الحياة أنه النوابغ المصرية موجودة في كل المجالات من سما وائل مخترعة الروبوت حورس هنروح لأحد الأسماء الشابة يعني اللي أخدت من شركة مايكروسوفت العالمية اعتماد لهو كمان هو الطالب في كلية صيدالة عمر شعراوي وهو أصغر محترف في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي مايكروسوفت بعتت لعمر إشادة عمر عمره 18 سنة مايكروسوفت تأكدت أنه صاحب مهارة مميزة واستثنائية في مجال الذكاء الاصطناعي وقاله كمان أنه هنستفيد منها كثير في المستقبل عايزين نعرف الحكاية بالضبط وإزاي تم التصنيف ده زي تم تصنيف عمر كأصغر محترف في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم معنا عمر حيكلمنا بقى دلوقتي عبر زوم عن نفس ويقول لنا عمر انت طالب صيدلة يعني ايه علاقة الزكاء الاصطناعي بصيدلة الموضوع بدأ معك ازاي؟ صباح الخير عليك ومبروك طبعا صباح النور الموضوع بدأ زمان اللي أنا كنت بحب التكنولوجيا عموما ولما نزلت للجامعة كان في مبادرة اسمها الزكاء الاصطناعي للجميع كانت اللي بدأها الدكتور نوالد ديكوي رئيسة مجلس امانات الجامعة وبناء على المبادرة دي رشرحوني لمسابقة اسمها خاصة بمايكروسوفت يعني ما حالفناش الحظ وما قدرناش نوصل للنهائي في المسابقة ولكن بعد المسابقة تواصل معي دكتور أحمد بهاية من مايكروسوفت وكلمني انه هو شايف عندي امكانيات وانه هو حابب ان انا اكمل في الموضوع عشان المجهود اللي اتبازل كمان وكان حابب ان انا اتضرب اكتر وادخل اختبارات الزكاء الاصطناعي والحمدل اللي قعدتها وبناء عليها تم تصنيف التصنيف ده عزيم عايز اقولك ان ايه حاجة كبيرة او يا عمر ان شركة مايكروسوفت العالمية تعتمد طالب انك تكون اصغر محترف في تكنولوجيا الزكاء الاصطناعي فدي حاجة كبيرة ومسئولية كبيرة كمان عليك لكن عايز اعرف منك ايه المشروعات اللي انت قدمتها بخصوص هذه المبادرة واللي قدمت فيها في الجامعة عشان تشارك مع مايكروسوفت طبعا اما دخلنا المسابقة كانت المسابقة عموما فكرتها ان احنا نستخدم الزكاء الاصطناعي يعني نفايدة العالم عمتا سواء في الصحة او او في البيئة او غيرها فانا كان معي فريق من الطالبة اللي جامع رشحتهم وكانوا كلهم ناس مميزة من مجالات مختلفة وكلنا كنا فكرنا في اكتر من فكرة واكتر من مشروع حاولنا نشتغل عليه منها فكرة كانت لها علاقة بالادمان وفكرة لها علاقة بالامراض النفسية عظيم ودراساتكم كلها بعيدة عن الزكاء الاصطناعي كان معنا ناس من كلية الكمبيوتر ساينس لكن يعني كانوا ناس قليلة برضو يعني في العدد الباقي كله كانوا من مجالات مختلفة من الجامعة عظيم يعني عمرة هل عندك فكرة ما لانه انت بتدرس صيدالة ففكرة الدمج بين الصيدالة وبين الذكاء الاصطناعي او انك تعمل مشروع يخدم مسألة الطب او الصيدالة من خلال الذكاء الاصطناعي هو طبعا مجال الصيدالة مجال كبير وبيغطي جوانب كتير من الحياة عموما وزي يعني غيره من المجالات المميزة الفكرة في المجالات دي انها بتديلك علم وبتديلك خبرة في جوانب كتير من الحياة لو الخبرة دي توظفت مع الذكاء الاصطناعي ممكن نوصل لحاجات كبيرة يعني انت شايف انك فكرة انك تدرس صيدالة وتعمل شغل في مسألة الذكاء الاصطناعي ده امر بالنسبة لك شايفه منطقي وشايفه يخدم اكتر ما يدور اكيد طبعا طيب داي خليني اسألك انت بتفكر في ايه الفترة اللي جاية ناوي تعمل ايه مشتخدمة للذكاء الاصطناعي في مجال الصيدالة ناوي اشتغل مع الفريق ايه على مشاريع تفيد الناس عمتك هل بدأت خطفها ولا لسه ايه فيه حاجات احنا بنعمل عليها لكن هي ما زالت في مراحل مبدئية يعني ما عنديش لسه في البداية بتفكره يعني بتخططه اه 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 بالزبط في مرحلة التخطيط فما فيش حاجة اللي هو قدر اتسند عليها عشان اتكلم عليها حاليا لكن ان شاء الله هتشوكم اني مشاريع كويسة بالفترة الجاية أنا وفريق طبعا متفقلين جدا والله يا عمر ليك والكل الفريق اللي معاك بنشكرك طبعا عمر شعراوي اصغر محترف في تكنولوجيا الزكاء الاصطناعي بحسب ما اعتمادته شركة مايكروسوفت العالمية شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة